اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة سعد الله وقاتكم بكل خير ومستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوترشن طبعا هذا البرنامج هيئة الصحة بدبي تقدمه لكي تفتح أبواب التواصل بينها وبين المتعاملين اللي عنده أي ما هو بشكوى ملاحظة عنده أي اقتراح شكر عنده أي شكر زين مع أنه أنا ما أبغي وائد شكر أنا أبغي ملاحظات أبغي أشياء ممكن أن تساهم بشكل أو بآخر في تطوير خدمات هيئة الصحة بدبي وأيضا تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي وتطوير القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين يا كرام وحياكم الله معنا اليوم في الإخراج عيسى سبيل وأيضا في التقديم معايا زميلتي الدكتورة ند الملة صبحتك الله بالخير صبحتك الله بالنور والسرون محمود صبحتكم الله بالخير اليوم الثلاثة وباقي من الزمن يومين على الخميس استفقتوني أكيد في اليومين الفاتو لا لا أنا أدري كنت مشغول عنكم شوية بس رجعنا للبرنامج وإن شاء الله يكون أسبوع جميل وإيجابي للجميع شنو موضوع اليوم قبل أن نقول لكم الموضوع اليوم يا جماعة الخير دعونا نقول لكم أرقام التواصل معنا 600551414 هذا للاتصال وللرسائل على 4006 وموجودين live على أكاونت هاية الصحة في دبي DHE underscore Dبي على إنستجرام وأكاونت نور Dبي على إنستجرام أيضا يا ربي أنا والله يعني هذه الرسالة دائما أنا أنسى دكتور أني أنا أسوي هذه الحلقة بس الله يخليك أنت رتبي هذه الحلقة الوالد عنده سرطان في الفك ربي يعافي الجميع وين تنصحون أفضل مركز أورام الفك في دبي هذا واحد اثنين هي كانت طالبة يعني أكثر من مرة حلقة عن أمراض الفك أو سرطان الفك يعني نكتب عنده ما نسوي حلقة إن شاء الله كاملة وما خبرت إن شاء الله لك أنا ما أعرف وين أفضل مركز لأورام ما دي دكتور أنتش فكرة أتوقف في مستشفى دبي لمركز الأورام هناكي وأيام ما دربت عندهم كان عندهم حالات لسرطانات الفك وعندهم فريق جدا رائع إذا يتابع في مستشفى دبي فهو أحسى مكان زين يقول لي أعطها المايك تسولف لا تقطع كلامك قطعت خلاص عموما معنا عبر الهاتف زميلة أسمى الجناحي أسمى بتحدثنا عن آخر تطورات وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات هيئة الصحة في دبي صباح تالله بالخير أسمى صباح تالله بالنور شروع في محمود هلأ يا أسمى شخبارت شخبارت تكتورة حمد الله شكرا شكرا منورة وجودة وجود محمود إن زين قوليني يا أسمى شو رسالتنا الإيجابية الصباحية رسالتنا اليوم الرضب جاهي وتعزيز التقض النفذ أمران مهمان إن أردنا حياة أكثر صحة ومتعة هذه رسالتنا اليوم أما الأشياء التي قاعدت تصير في قناة التواصل الاجتماعي إن شاء الله راح نركز هذا الأسبوع على سفراء أو فرستان مرضى سكري الذي يكونوا إن شاء الله باسر في حد التكريم خاص لأفضل المرضى في المحافظة على مستوى السكري فهم بيكون في المثال يحتذى به بين كل المرضى الجاه يكون فيه تفاصيل أكثر باطر بطبيعات الإعلامية لهم أسمى يعني الهيئة بتكرم المرضى اللي ملتزمين بالأدوية وشذا يعني المستوى السكر عنده معدل التراكمي مالهم المعدل التراكمي منتظم يعني حافظه على معدل التراكمي مالك منتظم لحظة شوي عيسى أنت معدل التراكمي مالك منتظم ولا بنكرم عيسى عيسى من ضمن المكرمين مفروض يكون بنحط اسمه عيسى يستاهل متأكد من اسم عيسى سبيل الله يخليه تاسمه إذا موجود ولا لا هو متأكد منه بسلمه إن شاء الله غير هذا أنا بعد مستشف الخير إن شاء رح يكون في هذا الفبوع رح يكون في تغطية كبيرة عنك بيكون في ممستشف البرشة ممستشف البرشة في حديقة البرشة شكرا لك أكثر الأشياء اللي رح تكون موجودة غير الحملة التبعوية موجودة في تحويل العالمي ممتاز ممتاز يا اسمه شكرا لك ونهارك سعيد يقول السلام عليكم رحمة الله منوري ربي يحفظكم كلنا سعادة بمتابعة برنامجكم أميز أخوكم خميس المهيري حياك الله يخميس السلام عليكم يا صباح الخيرات لو سمعت شيخي حد من ربع يسأل عن كيفية علاج الدوالي الرجل والشعيرات الدموية في قسم في قسم في قسم مستشفى راشد للأوعية الدموية والدوالي متخصص أظن في دبي بعد شي أعتقد أعرف راشد محمود والله ما عرف نزيل أيضا ديش ما نسوي حلقة بعد هنا وايد مواضيع ما شاء الله المسلمين يعطونا مواضيع كثيرة ممكن واحد يسوي نكتبها عندنا محمود حلقات عليها نزيل يقول لك قول لي أنا بقرة شوي المسجات أحلى برنامج نحن دايما نقول إذا هذا جاه السرطان وهذا تعبان ويقولون فيه الخبيث توبادي أوكي نحن نبقى نعرف كيف الوقاية من السرطان بسم الله عليكم وعلى المسلمين البارحة أو الأسبوع واللطاف نحن تكلمنا عن هذا الموضوع بشكل مسهب مع الدكتورة إسعاف أنا أظن يوم الخميس كان الموضوع هذا لكن ما يمنع الدكتورة على السريع كيف الواحد يقي نفسه من الأمراض بشكل عام حتى مو بس السرطان ولكن خلينا نركز على السرطان نزيل محمود طبعا العامل الرئيسي في الوقاية قبل ما نقوله كيف نقي محمود لازم نعرف أن الوقاية تلعب دور في الوقاية فعلا من الأمراض ولكن في أمراض تكون جينية يعني تتقل معكم بالجينات مثلا بعضنا مع السرطانات مثلا السكري في الجين يلعب دور مثلا خلنا نقول 20% 80% الوقاية من عندكم أنتو ففي وائد ناس يقول لك والله هذا وراثي عندي في العالم ما قدر أسوي فيه شيء ولكن الوقاية ممكن تقلل خطر الإصابة شو نقص بالوقاية التزام بنظام حياة الصحي يعني يكون وزن مثالي ممارسة رياضة عدم التدخين عدم الاكثار من تناول دهنية عشان ما يرتفع عندك الكوليسترول بالتالي يكون عندك سكر بالتالي تتقييك مضاعفات السكري بعدين الفحص جدا 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 مهم من عامة 18 سنة ننصح أن نسوي فحص دوري مرة كل ثلاث سنوات وحسب ما يوصي به الطبيب يعني ممكن تسوي مرة اليوم يقول لك الدكتور كيش عندك زين بعد ثلاث سنوات تتعيده مهم جدا إذا عندك تاريخ مرضي لأي نوع من الأمراض تذكرة للطبيب هذا جدا مهم الالتزام بالفحص الدوري حسب العمر يعني بعد عمر الأربعين في وائد فحوصات دورية تكون موجودة لأنواع معينة من السلطانات القولون عنق الرحم الثدي تكون موجودة أحيانا وائد إحنا نهملها نقول ما عندنا وقت نسير العيادة ما في حد في العائلة عندها بالتالي ما لدعي أنا أفحص لا مهم جدا 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 نلتزم اسئلوا طبيب العائلة متى مفروض تسويون فحوصات للسلطانات حسب العمر والتزموا بالجدول والله يعافي الجميع إن شاء الله كابتن كفاهيقو تحياتي للثنائي للمبدع العزيز محمود الدكتور ندى شكرا لك الدكتور تجنب الأكل الذي يحتوي على مواد حافظة على مواد الحافظة نزين طيب في العلماء يكشفون عن حمية غذائية للوقاية من السلطان دكتور في علماء في جامعة غلاسكو البريطانية كشفوا عن حمية غذائية من شأنها الوقاية من بعض أنواع السلطان وهذا طبعا نشره في مجلة نتشر للعلوم قالوا أن اتباع حمية غذائية معينة تعتمد على نوعين من الأحماض الأمينية الموجودة في البروتينات من النظام الغذائي يساعد على إبطاء تطور السلطان السلطان من الدم والأمعان وأضاف الحديث يدور عن الغلايسين والسيرين المحماض أمينية والسيرين الذين ذكروا واحدة داوميانا سمه سيرين الذين يتوفران بكثرة في اللحوم ومنتجات الألمان وبالإضافة لتلك المنتجات فالقلايسين يتوفر أيضا في السبانغ الجرجير والسيرين يمكن حصول عليه بتناول اللوز العدس الحمص البازيلا هذان الحمضة الأمينيين ضروريان لحماية الخلايا وانتاجهما للبروتينات أي أنهما ضروريان لنموهما بشكل عام الخلايا السريمة في الجسم تقوم بتركيب هذين الحمضين أما الخلايا الخبيثة فتعتمد بحد كبير على مصادر الغذاء للحصول عليها وبالتالي فأن حرمان الخلايا الخبيثة من المصادر تلك الأحماض يؤدي إلى تباطئ نموها وتوصل العلماء لتلك النتاج بعد التجارب التي يجروها على الفئران المخبرية حيث أخضوا الفئران المصابة بسرطان الدم ولا معاه والغدد المفاوية لحمية غذائية خالية من الحمضين الأمينيين المذكورين حيث بيّنت النتاج أن معدل نمو الخلايا السرطانية في أجسادها تباطئ بشكل ملحوظ فضلا عن ازدياد معدلات العمر لديها وعلاوة على ذلك فإن تلك الحمية جعلت الخلايا المصابة في أجساد الفئران أكثر عرضة للأكسوجين التفاعلي ما زاده في فعالية العلاج الكيميائي للسرطان عند تلك الحيوانات طيب قريت الخبر كامل دكتورة وأدرينا لازم نطلع فاصل بس بذكر شغلة عيسى قبل الفاصل أتذكر أحد مصابات السرطان توقعوا يعني الأطباء أن يعني بتسلم يعني ما رح تعيش أكثر من كم سنة يعني عطوها يعني ست شهور ست شهور في ماكسيمم هذا الكلام قبل خمس سنوات ولينا الحين موجودة وعايشة الله يعطيها الصحة والعافية لكن شو سوت شو سوت تحولت إنسان نباتية بحته ما تأكل لحوم ما تأكل ليش قالت أن أي شغلة ممكن تأكلها ممكن أن تزيد الخلايا السرطانية ما أدري أنا مدى صحة هذا الكلام ولكن هذا اللي صاير في وان مرضى السرطان فعلا يعطوهم حماية غذائية تعتمد فقط على الخضروات وتكون الخضروات الطازجة الغير محفوظة تلاقيهم يمتنعون عن الكربوهيدرات واللحوم بشكل عام منتجات الألبان التي تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية فعلا في دراسات بيانت أن الالتزام بهذه الحملة الغذائية تقلل تكاثر الخلايا السرطانية وتساعد يعني تعطي مخرج أفضل للمرض سكريات سبب الأساسي لحدوث السرطانات يعني ما نأكل سكر ما تأكل سكر ما تمرض يعني ما نقدر نحكم 100% والله أنا شوف الدكتور 24 ساعة تأكل سكر عموما فاصل وبعد الفاصل نواصل صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا بكم في صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي إذن مستمعين نحن نسينا نوه بالوثائق الخاصة بمشروع سلامة أنا ليش ذكرت المشروع لأن في رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على المشاهدين ومستمعين هي تصحة بدأت نظام سلامة وبدأ بمستشفى راشد ولوحظة خلل في النظام وهذا يحصل ببعض الأحيان والإخوة مم بمقصرين للإصلاح ولكن المراجعين ما يعرفون عن النظام ياريت تحطون بروشورات توزع للمراجعين في جميع المستشفيات ومراكز الصحة وخوكم عبدالله زيولي عبدالله يعني أنا على حد علمي تم توزيع عدد من الفروشورات وإن شاء الله بيوزعوني زيادة كلامك سليم مسألة التوعية عند المراجع وايد مسألة ضرورية ويجب أن الناس يعرفون ولكن نحن بعد كذلك قدر الإمكان في أكثر من حلقة نحن تحدثنا عن هذا الموضوع يعني ما يمر في الأسبوع إلا يوم أو يومين صحيح محمد وخبرية مع السلامة طبعا هيئة الصحة بتبيط اطلقت مشروع سلامة في المنشآت الصحية التالية مستشفى راشد مركز البرشة مركز الجلدية مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وعيادات المطار فأي حد يزور أي من المنشآت الصحية هذه يكون معا أوراق الثبوتية اللي هي بطاقة الصحية بطاقة التأمين اللي وجدت وبطاقة الهوية وأيضا فنباتعونكم وطولة بالكم نصل جميعا إلى بر الأمان من شاء الله تعالى عموما دكتور أرقام التواصل معنا 600551414 أو طريق الرسائل النصية على 4006 وأيضا موجودين لايف على الانستجرام سواء على حساب نور دبي أو على حساب هيئة الصحة DHA أندرسكور دبي طيب أتكلمنا يا الله أنت أقول أنا أقول أنا أقول يرصد قطاع خدمات الرعاية الصحية لولية في هيئة صاحب دبي في كل عام مجموعة من الأنشطة والفعاليات المهمة بمناسبة الأسبوع العالمي للتحصين اللي يتوافق مع الأسبوع الأخير من شهر إبريل كل عام وتهدف الهيئة من هذه الأنشطة رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات التحصين في ضد معدلات التحصين ضد الأمراض اللي يمكن الوقاية منها باللقاحات يعني في جميع أنحاء العالم طبعا في إطار هذه الاحتفالات بالأسبوع العالمي التحصين 2017 تنظم إدارة شؤون الصحية من خلال شعبة صحة الطفل شعبة صحة المدارس والمؤسسات التعليمية وقسم برامج الخدمات المجتمع بالتعاون مع مركز الوقاية في إدارة المراكز الصحية في قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية ما شاء الله أنت ويد مسمى طويل طبعا يعني كل هذه الأنشطة اللي تتم بين 24 إلى 30 إبريل تحت شعار اللقاحات تحقق الغرض منها حاول هذا الموضوع ما نتكلم مع الدكتورة نوف أحمد أبد الله طبيبة خصائية أول شعبة صحة المدارس والمؤسسات التعليمية طبعا لو كمل ما بخلص لكن صبحك الله بالخير دكتورة أنا بطلب جربين المايك شوية من عندك عشان بس المستمعين يقدرون يسمعون صوتك بشكل واضح وين شي صوتك يكون عالي إن شاء الله مفتاز دكتورة أول شي سميت اللقاحات وحقق الغرض منها ليش هذا الشعار هل هو الشعار هذا العالمي ولا أنتوا سميتوا تذا الثنين كانت في يعني وايد أسئلة وايد في السوشال ميدي يقولون أن هذه اللقاحات مبزينة لا تعطوني عيالكم ما ندري كذا وما ندري كذا وايد أشياء من هذا الموضوع فشو رأيت أنت أول شي تكلم عن التطعيمات بشكل عام إن التطعيمات خاصة خاصة للأطفال والطلبة في إطاره أصلا يكون من ضمن إطار البرنامج الوطني الموسع للتطعيمات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة في إمارة دبي من الخدمات الوقائية الحيوية والضرورية هاي التطعيمات تساعد إلى حد كبير في تحصين الأطفال بمختلف الفئات العمرية ابتداء لو تلاحظ من سن الولادة يعطونها التطعيم لأن العمر 16 و 18 سنة ضد هالأمراض الطفولة نقول في بعض الأمراض تكون صراحة قاتلة مثل الحصبات نكافها الأمراض يعني نحن نحاول أن نخفف منها أيضا هالتطعيمات تساعد على حمايتهم خاصة الناس كلها يعني مو بس الأطفال أنا أتكلم أتكلم حتى حق كبار السن في تطعيمات لكبار السن في تطعيمات حتى الناس اللي بتسافر مثلا للعمراء للحج في تطعيمات حتى الناس اللي بتسافر للجنوب كل هالتطعيمات تساعد على حياتهم ليتمتعوا بحياة صحية متكاملة بما ينعكس على جودة الحياة إضافة إلى تعزيز قدرتهم على التفوق في حياتهم ممتاز مثل ما ذكر أخي محمود أنه معرض اسمه اللقاحات تحقق الغرض منها فشو الفعالات بتكون ضمن هذا المعرض هو ليس معرض أسبوع 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 هو عندنا أسبوع 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 اللقاحات هذا هو تبني الرعاية الصحية الأولية بعد المفروض تعرفين أكثر مني أحنا عندنا أسبوع التطعيمات طبعا في المختلف عندنا الإدارات مثلا عندنا في الصحة المدرسية التابعة لنا نحنا نقوم نروح المدارس نعطيهم تطعيمات نعطيهم تثقيف عن التطعيمات ما بس حق الطلبة حق الطلبة حق المعلمين المعلمات حق الكادر التعليمي هناك أيضا حق الكادر الطبي يكون فيه طبيب هناك وحتى حق الأهالي ندعوهم أن يكونوا موجودين في المدارس عشان نثقفهم عن أهمية التطعيمات ويشيلوا من بالهم وفكرتهم أن التطعيمات مبزينة صحيح وخاصة نحنا عندنا الفئة غير طبعا المواطنين عندنا فئة لا تنسون نسبة كبيرة من عندنا من الأجانب يعني وتفكيرهم يعني أن هاي التطعيمات مبزينة وهي طبيب فأحنا صحيح هالأسبوع طبعا ويد مهم أن نحنا نثقفهم بأهمية هالتطعيمات غير الحملات التثقيفية والتوعوية اللي صارت عندنا مثلا في مستشفى راشد اليوم عندنا راح يكون في خارج الهيئة الصحة عندنا بيكون اعتقد في جبع لي احتمال يكون في طيران يعني عندنا يعني اليوم موجونين الحملات في مستشفى راشد وعدنا أيضا في مدرسة في مدارس عندنا لتابع لنا المدارس الخاصة يقول لك اليوم 25 أبريد يصادف اليوم العالمي لعدوى المالاريا بلغت نسبة الوفايات بسببها إلى 660 ألف حالة عام 2010 أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب العدوى قبل السفر إلى الدول الموبوئة أهم ما يجب اتباعه الدكتور سلمان يقول هذا الكلام بس يعني أفضل فوكا دكتور سلمان شكرا على المعلومة الجميلة أهم شيء طبعا ما حد ينسى المالاريا أهم شيء إنه واحد يأخذ وقاية منها عدة أشياء فيه طبعا فيه أدوية يعني بما إحنا كنا في مركز الخدمات الوقائية فأي حد يسافر مثلا في جنوب أفريقيا وهالأماكن اللي فيها مالاريا طبعا فيه تعليمات معينة لازم يأخذها مثل بعض الأدوية الوقائية قبل السفر بسبوع لسبوعين صحيح ما أنه يقول أنا باتشربة سافر يبدأ لا أنه فيه بعض الأدوية يبالها وقت لما تبدأ وفيه أدوية تقدر تستخدمها على الأقل يبالها ثلاث أربع تأيام قبل ما تسافر لها المنطقة تأخذها الحبوب المالاريا طبعا فيه غير النصائح اللي نقولها مثل فيه كريمات أو فيه سبريت حطة في المالاريا والناموس شبكة الناموس في الفلادق ما هذا شبكة الناموس مثل الشبكة يضعون على السرير هم نايمين عشان لا يقررون بعضهم هم نايمين هذا مثل ما اسم في الأفلام التاريخي لازم ينحط في المنطقة الموبوعة ناموسية ناموسية دكتور نوف طبعا واحد من الأشياء المتكرر الناس سألنا تقول لو أنا بسافر متى مفوض أخذ أي تطعيم فتلاقي الناس مثل ما قلت يأخذ تطعيم الصبح يسافر على الطيارة العصر ونقول له ما يشتغل التطعيم فممكن تقولين مثل نصيحة عامة للناس بخصوص أخذ التطعيمات قبل التوجه للسفر ودائما نحن نقول أحسن وقت واحد يأخذ تطعيمات على الأقل يكون عشرة أسبوعين لعشرة أيام يعني واحد قبل ما يسافر حتى الحج حتى العمرة حتى مثلا أي دولة مثلا لدينا تطعيم الحم الصفرة هاي مثلا يحتاج على الأقل عشرة أيام أو أسبوعين يأخذها لما تبدأ طبعا مفعولها صحيح بس للناس اللي تسافر أنا حين بأخذ التطعيم حتى الأنفلوانزا يأخذ يبالي يوحي أو يومين لما تبدأ إذا وحمزتك ومعطوه تطعيم الأنفلوانزا تحق القدرات والإمكانيات اللي تم تدركها الهيئة في مجال التحصين والتطعيم أنت ذكرتي بأهمية التطعيم وكذا ولكن نحن في هيئة الصحة شو هي الخدمات اللي نقدمها في هذا المجال شو هي التطعيمات الموجودة عندنا شو هي هل في عندنا نقص في بعض التطعيمات ولا كلها موجودة أزل أحنا حين نتكلم عن التحصين قلنا هي الأداء الأكثر فعالية للسيطرة والقضاء عن الأمراض وخاصة بما أني أنا في شعبة صحة المدارس والمؤسسات التعليمية في هيئة الصحة وعندنا تطبيق أهم شيء تطبيق هذا تطبيق موحد هو تطبيق البرنامج الوطني للتحصين هذا المعتمد في الدولة وخاصة انبعد في إمارة تدبي طبعا هذه التطعيمات نحن حق المدارس يقدم مجانا لمختلف الجنسيات وتشمل العمريات من عمر نحن في المدارس من خمس سنوات لن 18 سنة طبعا عندنا عدة أنواع من التطعيمات اللي نحن نعطيها طبعا في المدارس عندنا مثل المرض شل الأطفال عندنا الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية عندنا ضد القزاز والخناق يعني عندنا ويد عنواع من التطعيمات أيضا عندنا تطعيم مثل الجدري بس الجدري هو مثل اختياري صحيح الأهالي هم حبي بس أنا أنصح أن كل حد يأخذ بعد تطعيم الجدري إنه ويد مهم والله مهم بالتكلم الجدري مو بي مرة وحدة خليه صغير يفتك هذا تذكير الناس كلهم فاصل لكن أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق رسالة نصية على 4006 موجودين على انستجرام نوردبي وDHA دبي صحة وسعادة ورجعنا معكم عشان نواصل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة ونذكركم احنا كنا نتكلم مع الدكتورة نوف أحمد عبدالله طبيب أخصائي أول شعبة صحة المدارس والمؤسسات التعليمية في هيئة الصحة في دبي مثل ما قلت محمد ومسلم طويل نتكلم عن حملة التطعيمات أسبوع اللقاحات تحقق الغرض منها اللي هو من 24 إلى 30 إبريل دكتورة نوف كنا نتكلم قبل الفاصل عن تطعيم الجدري مثل ما قال محمود وائد ناس تقول لك أنا الطفل بيأخذ طبيعي فمو لازم طعمه هو اختياري شو تقولين بخصوص هذا الرأي صراحة أنا أفضل أن الأهالي يركزون على تطعيم الجدري يعني أمي غلط يعني لا ما نتكلم عن رأيك لا نتكلم عن رأيك هون شوفوا التفكير الناس الأوليين أن خلاص واحد عنده جدري أنا بيب عيالي كلهم عشان يعدون يأخذون كلهم الجدري بس صراحة إحنا ما ننصح لأن مرات يسألون حكة الجدري لأمات يبون كل الجيران كل الجرات يبون عيالهم في حجرة واحدة عشان كلهم يهم جدري بس أنتم ما تعرفون أن الجدري لها أثاث جانبية في ناس يليهم بشديد حتى لدرجة أن في ناس دخلوا أن في مستشفى اللي المركز بسبب هالجدري يعني واحد ما يستهين بهالمرض يعني طيب في مجموعة أسألة دكتورة نحاول نجاوب عليها على السريع السلام عليكم كلام الدكتورة الممتاز عن التطعيم بس نبقى نعرف أن في أي دراسة عن أن بعض التطعيمات لا ترسل بها جانبية أحنا صراحة هم أدرين الناس ستفكر في يوم تدخل في النيت في القوكلينج وهذا في دراسات أن تقول أن التطعيم وفي تطعيم معين ناس خايفين منه مثل تطعيم الحصب الناس سووا عليها زوبوا أو شي بس صراحة هذا الدراسة اللي طلعت اللي طلعها هذا الدكتور اللي طلعها الدراسة حتى طعنوا فيها في الدراسة طعنوا في الدراسة لا طعنوا في الدراسة الدراسة مش صحيحة طلعت طعنوا بعد مسكين هل هناك أي نوع من التطعيم لها أثار سلبية معروفة بس لازم نأخذه لأن المجازفة كبيرة في حالة الإصابة وشكرا ها التطعيمات بشكل عام لازم يكون مثلا حق الأطفال نقول لهم احتمال يكون عندك حمة خفيفة احتمال يكون عندك تورم خفيف يمكن احتمال يكون تحس بهاليوم بالتعاف فاحنا نقول دايما ننصحهم هاليوم رايحوا اللي يلعب رياضة لا يلعب رياضة اليوم يعني ياخذ مثلا البندول او الادول حق الاطفال عسى بنا مهما كان التطعيم مرات يكون في افكت بسيط ومرات بالعكس يعني تعطي حق الاطفال الاطفال ما يستوي فيهم شيء صحيح سام عليكم من ابو محمد يقول دكتورة شو الافضل الوقاية بالابر ولا الحبوب واسامي الأدوية لو تكرمتي الوقاية قصة من التطعيم اعتقد هو قصة من كل ملاريا من كل ملاريا طبعا تطعيم الملاريا الابر ما شيء هو طبعا بالحبوب وفي نوعين وفي ثلاث انواع حبوب الحسبة قطرة صح لا الحسبة قطرة شل الاطفال والحسبة تعور ليها المساكين ياخذون عقوميروم يمشي لا حراب صوج؟ لا حادي ويعتمد الحسبة على الأيد لأن الحسبة يكون مبث العضل من فترة في عيادات ند الحمر كان فيه تطعيم ضد الحسبة كان في الحملة الوطنية للتطعيم صبح هواء يا مرة أنا بس أنوح على شيء واحد أنه نحن لازم الناس كلها تعفن نحن البرنامج الوطني تحصين الأطفال أو تحصين حتى الكبار والطلاب في دبي يستند دائما إلى توصيات منظمة الصحة العالمية صحيح وذلك ضمن جدول زمني عندنا للتطعيمات من سن الولادة عندنا لين مرحلة الثانوية عامة؟ فنحن نوزع ما بين الجرعات الأساسية وفي عندنا جرعات منشطة صحيح طيب في تطعيمات للمرأة بعد سن الثلاثين؟ ما دكتورة؟ بعد سن الثلاثين؟ تكون تطعيمات حسب الحاجة يعني مثلا لسمحة لو عضاها حيوان سائب تأخذ تطعيم الكلب داء الكلب تطعيم المنفلومزل وبتسافر العمر تطعيم الحمى الشوكيل وبتسافر الحج ولكن تطعيمات ضمن جدول تطعيمات لا ما فيه موصبه عالميا بس فيه تطعيمات إذا كانت المرأة ما خذتها في بعض ديكاتر تنسى ولادة مثل حسبة ألمانية لو ما عندها مناعة ننصح تاخذها قبل الحمل بثلاثة أشهر عشان لو يا حسبة ألمانية هو يحامل فيه تطعيم ضد المرأة؟ لا الحمد لله ضد الرجل يمكن فيه فيه عموما دكتورة كان على طاري العمر والحج كانوا يتحدثون في سؤال عن العمر والحج والتطعيمات اللي يجب أن ياخذها خبريني بس عن هذه المسألة بشكل سريع هو أهم تطعيمين طبعا عندنا للحج والعمرة هو تطعيم الحمى الشوكية وهي طبعا الحمى الشوكية تكون في الجسم لمدة ثلاثة لخمس سنوات يكون الشخص هذا يكون عنده وقاية من هذا المرض أيضا عندنا تطعيم طبعا ويد مهم عندنا تطعيم الإنفلونزا طبعا هاي التطعيم دائما نحن ننصح فيه أنه دائما تطعيم الإنفلونزا ينزل في بداية السنة شهر تسعة شهر عشرة فدائما نقول يعني وأحسن وقت واحد ياخد تطعيم الإنفلونزا هو ما بين شهر تسعة لشهر حداشر طبعا هو ليه فايدة إذا خذيتها بعدين ما ذكرتها بس دائما الأفضل وقت لهذا التطعيم في هالفترتين جميل من فترة من هذه قريناها في تطعيمات قريناها بعد في سن معينة ليش مثل سؤال أكيد غلط الواحد ما يطاعم ضد الجدري يعني شيء متعب ومعدي ومعدي حاليا تجرى دراسات تطعيم ضد حب الشباب في سن المراهقة والله نتمنى لطباء والباحثين ينجحون في هذا الشيء ويكون اكتشاف خطير وحل لجميع البنات إن شاء الله إن شاء الله بس ترى مثل ما دائما نقول عن تطعيمات أخذك لتطعيم ليس معنى أن لا تصاب بالمرض يعني حتى تطعيم الجدري لو خذت في أطفال ياهم عقب والأم تقول لك ترهوم الطاعم صح ولكن مناعة الجسم تختلف من شخص إلى آخر في أطفال يأخذون تطعيم ولكن لا يكونون مناعة كاملة للمرض فيهم حتى تلاقي فيه حبوب صغيرة تطلع حتى لما ينا الطفل في العيادة مرات ما نعفله جديري ولا لا تقول لك هم الطاعم بس من التاريخ المرضي ممكن نقول عنده أنه جديري بس يوم يأخذ التطعيم ما راح يكون تأثير المرض عليه صحيح بيكون خفيف خفيف جدا خفيف يعني حتى الإنفلونزا فيه ناس يقولون والله نأخذ التطعيم الإنفلونزا وبعد ياني زتشام صحيح متابعنا الدائم علي إبراهيم البقيش يقول حابة وجه تحية شكر وتقدير للمبدعين وفريق العمل على هذا البرنامج الرائع وكل الشكر على هذا المجهود الكبير وإلى الأمام دوما ولا تنسون الصلاة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لك أخوي علي على رسالتك الإيجابية طيب دكتورة هل في التطعيم هل التطعيم خاص بالمواطنين ولا هو فقط يعني ولا هو للجميع لا طبعا هو للجميع التطعيم التطعيمات كلها للجميع يعني احنا عندنا في المدارس التطعيمات تكون من غير صحيح من غير دفع يعني حق جميع الطلاب من أهمها التطعيمات عندنا تطعيم شل الأطفال عندنا تطعيم الحصبة والنكاف وعندنا تطعيم ضد الحصبة الألمانية والقزاز هذا كل طبعا الطفل ما راح يدفع فيها حسب توصية منظمة الصحة العالمية صحيح صحيح تطعيمات الكبار لا يكون لها وضع ثاني طبعا والله الطفل قبل نحن يعطونا درهمين كخذنا فلافل عصير مدرك هذا وهذا بدرهمين الحين عشر درها ما تسد صحيح الزمن تغير لازم ندفعونا على التطعيم منظمة الصحة العالمية تقول مفروض توصي توصي عموما طيب فيه آثار جانبية مع الزمن من التطعيمات ونظل على نفس المحور دايما دكتورة الكري يتحدث أن هل التطعيمات لها آثار جانبية هل التطعيمات مضرة هل التطعيمات ممكن تسبب لي أمراض ثانية فالفكر هذا اللي موجود عند الناس نحن نبغي نغير الصراحة محمود بس بس لو تسمح دكتورة نوف هم طبعا الناس هاجسهم طبعا يقولون عن التوحد هو هاجسهم الكبير والتوحد اللي كان مرتبط بتطعيم الحصبة أو الـ أنا عن نفسي من كثم الأمهات سئلوني سويت بحث مكثفين ويتدورت عن شو العلاقة بين الـ والتوحد الهاجس الأمهات طبعا لأن التوحد شو المرض الصعب الأمهات صعب يتعاملون مع الطفل فالكتشفت أن مثل ما قال دكتورة نوف الطبيب أو الدارس اللي تسووا هذه الدراسة شو اكتشفوا اكتشفوا أن لما طلع تطعيم الـ وبدأ ينتشر وينعطى للأطفال طلعت حالات التوحد أنه بدأوا يكتشفونها ويشخصونها بس هالحالات كانت موجودة من قبل ولكن لم يكن لها تشخيص واضح يعني الناس ما كان يعرفون هذا المرض عبارة عن شو فلما طلع عرفوا شخصونا الصحيح أنه هذا اسم التوحد فهو طلع وقال هاي والله التوحد بسبب تطعيم الـ ممار ولكن تطعيم الـ ممار أو تطعيم الحصوان مهم جدا جدا يا أمهات دخيكم لت لتطوفون عشان أنه والله في دراسة قالت أنه ممكن يسوي التوحد ترى في أم مرأة قالت لقاتي دكتور إذا أولدي صابة توحد طبعا ممكن ممكن هي ممكن لا بس ما في دراسة مؤكدة ولكن مضاعفات الإصابة بالحصبة والأمراض الأخرى المصاحبة لعدم التطعيم أخطر من التوحد ممكن يسوي الطفل معاق ممكن يأثر على العقل عنده على أطرافه فنوازن الفايدة من الصومين بس بضيف شي ضيفي دكتور ندى الناس يفكرون التوحد مرات ما يبين من عمر سنة صحيح ودائما التوحد يبين من عمر سنتين وثلاث سنوات يبدأ الطفل يتكلم يبدأ الطفل يتكلم يبدأ الطفل يستوعب الله حوالي فدائما أنت لو تلاحظين الجرعة الأولى يعني جرعة التنشطية للحصبة نعطيها لعمر سنة والجرعة التنشطية الثانية نعطيها لعمر خمس سنوات فلو أحنا ربطنا التوحد مع الحصبة طبعا مو بصحيح لأنه تعطيها لسنة والتوحد يبين على عمر سنتين وثلاث سنوات وفي بعد أن التطعيم أيضا يساعد على تطوير المناعة من خلال أنه يكون يحاكي هذا العدوى بشكل لا يسبب مرض بالعكس يحفز الجهاز المناعي لإنتاج خلايا مناعية وأجسام مضادة لمحاربة أي عدوى مستقبلية يعني هذا وايد مهم يعني طيب في واحدة يقول أخيرا شفت ويوكم نحن موجودين كليم لا يمكن قصدها أنا السلام عليكم حابب أسأل لو سمحتوا الإبرة القزاز إمتي بتاخذ ولكم جزيل الشكر إمتي يعني متى بال الإبرة القزاز عندنا القزاز عندنا تطعيم القزاز الكزاز القزاز القزاز أنا أعصف أنا سمعت غرط عبالي الإبرة الزجاج فقلت أبرة الزجاج لا تستخدم في القطاع في الصحة خلاص وقفوها فقل كيف أبرة الزجاج الكزاز الكزاز هذا نحن نعطيه في المدارس دائما من 5 ل 6 سنوات ونعطيه مرة ثانية جرعة منشطة لها على 15-16 سنة حسب البرنامج الوطني للتطعيمات طيب في أسئلة سريعة هذا الجدير الماء وليس الجدارية تم القضاء على الجدار من عام 1980 لازم تتخفون المستمعين وتقولون لهم الاسم الصحيح صحيح نحن نعتدر هو جداري الماء الصحيح فس بالعامية حنسميه جداري يعني شكرا لكم درجة درجة نسمى الجداري زين يوم منك انت قلت لي يعطوني معلومات غلط زين بو خليفة معانع الخط فضل بو خليفة صباح الخير وخي بو خليفة تفضل عليكم السلام أرجو جزاكم الله خير على هذا برنامج التوعي والتقاضي أجمعين إن شاء الله فأنا الشيء من التفضل والذي عمرك إن في بعض الدول فيها امراض خاصة أنها دول الشكومة وحين في جد تم الإعلان عن وجود حمى الضنق تصرر من 4000 و15 حالة فأنت عقصة حين نحن مقبلة على موسم الحج وهذا فماد هل هناك سير ارشادات أو نصح بالفل الحجات أو توعية من أعراض المرض أو إنه من درحتناك ويدت هذه العراض أشنو قطورة هذا المرض وكيف إنه يتم الشخص معارجة المعالجة أو اتفادي منه هل هناك فيه هناك مثلا تطعيم خاص فيه أو تطعيم يأخذ المريض زيد بزاك الله خير مشكور يا أبو خليفة تبغين تبغين دكتورة بس قبل قبل أن جاوب خليفة بعد في مجموعة أسألة هنا ما ترحى على طول على اساس وقت البرنامج فيه عندنا سوار يقول هل يؤثر تطعيم على أمراض مزمنة كالسكري وغيرها هذا من الأسئلة المهمة اللي لازم نعرفها أنزل نتكلم عن حم الظنك حم الظنك هو عبارة عن مرض فيروسي ينتقل عن طريق لدغة بعوضة وينتقل من شخص لآخر عن طريق لدغة هالبعوضة طبعا هو ينتشر هالمرض في المناطق الكثيفة سكانية يعني هو قصده مثلا في الحج هو قصده هو يتكلم كان عن الحج انزل هو حاليا أن أعراض حم الظنك تتراوح ما بين ثلاثة أيام من لسعة البعوض يتشبه الأنفلونزا مثل أعراض في ارتفاع درجة الحرارة صداحة طفح جلدي لكن أن هل هو في تطعيم حق خاص حق حم الظنك حاليا علاج حم الظنك يعني كتطعيم ما في يعني الطريقة التي قلت عنها الكريمات الكريمات الدعم بالسوائل يعني دائما تحاول أن جسمك يكون موب في جفاف دائما بالسوائل طيب ونفس ما قلنا نفس تقريبا الوقاية منها نفس تقريبا حم الصفرة طيب الآن وحدك هل يؤثر التطعيم على اللي عندهم أمراض مزمنة مثل السكري وغير من الأمراض لا ننصح اللي عندهم أمراض مزمنة يأخذون تطعيمات خصوصا اللي عندهم سكري ننصح يأخذون تطعيم الإنفلونزا سنويا لأن الإنفلونزا عمرض السكر مع الاختلال يكون في جهاز المناعي بسبب عدم تضام السكر والسكر المرتفع ممكن يسوي نزلات رأوية التهابات فرأة زائد التطعيم نيوموكوكا الأول زي أنتي كورونا أو انفوز الخنازير والأمراض الجديدة هل فعلا هي أمراض ولا فيروس تخترع شركة أدوية معينة لبي عدويتهم والله أخوي محمد هذه نظرية المؤامرة صحيح لكن لا يمنع أن يكون احتمال صحيح بعد نحن لا نستطيع نقول صحيح أو لا ولكن هي فرشات موجودة فأنت أحسن لهذا الشخص أن يأخذ هو تطعيم النفلونزة وخاصة الكبار في السنة والإما فيها مرض السكر يأخذون تطعيمها النومو كوكوكة الفكسين نومو كوكوكتل نعم شاسما نومو كوكولة نومو كوكولة نومو كوكولة النزلة العوية يمكن سامحوني لا تعرف الأسم بالعربي أخذوا هذا نومو كوكتل نعم 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 دكتورة نحن وصلنا تقريبا لختام الحلقة اليوم ولكن نبغي يعني نصيحة أو نختصر الأشياء اللي قلناها كلها وأيضا ضمن هذه المسألة نضمنها كدعوة لحضور هذه الفعاليات اللي تقومونها تقيمونها في هذا الأسبوع مثل ما قلنا طبعا التحصيم أداة فعالة ومهمة طبعا للجميع والقضاء على الأمراض المعدية التي تهدد الحياة فدائما نحن نقول لحق الناس عندكم استفسار عندكم الحين أسبوع التطعيمات هل أسبوع التطعيمات هل فعالية يعني نحن عندنا في المدارس في المؤسسات الحكومية فهيئة الصحة نفسها يعني في المراكز الصحية مسوين بعد حملات تثقيفية عن التطعيم اسألوا عن التطعيم يعني إلا في باله سؤال يسأل بس أنا يعني نحن شو نقول نقول دائما الوقاية خيرون من العلاج فدائما أنت تقي نفسك بالتطعيمات أحسن وأنك تدخل في هالأمراض وتعالوا بعدين عطوني تطعيم اللوحة تحب يعرف وين بتكونون في الأيام الياية يعني وين ممكن يتواصل كيف ممكن يعرف وين موجودين ضمن الحملة هاي ضمن الحملة المراكز الصحية المفروض تكون كلها عندها هالسبوع التطعيم التثقيف الصحي وعدنا أيضا مثلا مثلا اليوم في مستشفى راشد عدنا في الهيئات الثانية راح يكون في توزيع في كل يوم في مكان وعدنا طبعا في المدارس بعد نحن نسوي سبوع التطعيمات أيضا نحن نزقر للأهالي نقول حق الأهالي أن تعالوا حق التثقيف حتى نوزع لبروشورات حتى الأهل اللي ما يقدر مثل الدوام أو شغل في بروشورات طبعا نوزعها حق الأطفال والطلبة أن يعطوا حق الأهالي عسى بيشوفون أن التطعيمات ويد مهمة ممتاز طيب من دمجة في شرح دكتورتي اللي أنا أحبها ما أدري أحين أتوصل نوزع يسعد صباحكم ويجعل يومكم مليان للسعادة والصحة السلام عليكم قالنا وأخيرا شفت ويوهكم هذه بعد ما أدري أنت شفت ما أدري أنا شاني مختفية شوية نزيل الله يعطيكم الصحة والعافية على جهودكم الطيبة في خدمة الوطن والمواطنين شبيعا وصباح الخير عليكم جميعا مستمعين الكرام وأعتقد دكتورة ندى بما أننا نحن نتحدث عن التطعيم ونتحدث عن هذا الأسبوع الخاص بالتطعيم وبما أنك أنت طعامتيني وأنا مزجم طعام الزجام الإنفلونزا فشو تبغي أنت يقولين حق المستمعين؟ أحب أقولهم أن ليس كل ما يقال من صدقة يعني خصوصا في المجال الطبي النت متروس مليان بمعلومات خاطئة مغلطة وفي حتى محمود صدق أنه فيه أكاونتات على وسائل التواصل الاجتماعي فقط للطعم بالتطعيمات تتخيل ناس فاتحة فقط أكاونتات فيجمع ليس كل ما يقال صحيح دائما أرجع إلى الطبيب الطبيب هو الشخص الوحيد اللي يعطيك المعلومة الصحيحة لأنه يعني مثلا لو فيه تطعيم ممكن يضرك لا لا مو معقول أن الطبيب يعطيك إياه ولكن دائما خدوا المعلومة من الشخص المناسب يعني أعرف معلومة طبية أروح للطبيب وليس من مواقع التواصل الاجتماعي أو من الانترنت لأنه تكون مصدرة غير موثوقة ما تعرف من كاتب هذه المعلومة فدائما خدوا المعلومة من الشخص الصحيح شكرا لك دكتورة ندا شكرا لك دكتورة نوف ما قصرتو كانت معانا دكتورة نوف أحمد عبدالله طبيب خصايا أول شعبة صحة المدارس والمؤسسات التعليمية في قطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدوبي مشكورينك محمول دكتورة ندا شكرا لك شكرا لكم حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع الجديدة والمتجددة تقبلوا تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي واخدكم الكبيرة ندا الملة وتحيات عيسى سبيل شكرا لك عيسى ما قصرت ودمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي